بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور تكاد تميز من الضيز قل لما ألكي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بلا بهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالضيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزكه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم كل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون كل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أسبح ماءكم غورا قل أرأيتم إن أسبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والويحان فبأي آلاء ربكما تكلبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكلبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكلبان مرج البحرين يلتقين فبأي آلاء ربكما تكلبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكلبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكلبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكلبان يسأله من في السماوات والأرد كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكلبان سنفرض لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكلبان يا معشر الجن والإنس إن استتعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرد فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكلبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكلبان فإذا انشقت السماء فكانت وردتا كالدهان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيومئذ لا يسأل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا أجان فبأي آلاء ربكما تكلبان يعرف المجرمون بسماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكلبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكلبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكلبان لواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكلبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الترف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياكوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورا مدهامتان حورا مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورا مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورا مدهامتان متكين على ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة